أهلاً وسهلاً في حلقة خاصة من برنامج شباب توف من قبل منتدى العالم الإعلامي هنا في مدينة بون في ألمانيا وطبعاً أهلاً وسهلاً بجميع الجمهور من مختلف أنحاء العالم أهلاً وسهلاً التبوهات الثلاثة في الأعلام العربي تبوه السياسة الرئيس لا يريد الملك لا يقبل تبوه الدين حلال أو حرام ورجال الدين ما حدا يجيب سرتهم وما لا أحد يسخر منهم تبوه الجنس عيب وخدش الحياة العام ومخالف للعادات والتقاليد هذه العبارات عادة ما يسمعها الكثير من الأعلاميين في حياتهم اليومية في العمل اليومي ما يجد نفسه الإعلامي أمام قيود يا كانت مفروضة أو أيضاً ربما تؤدي إلى رقابة ذاتية سؤالي اليوم للجمهور وأيضاً للضيوف هل الإعلام العرب اليوم حر في كسر التبوهات إذن هذا هو سؤالي من هم ضيوفي ضيفتي تعرف على نفسها على تويتر بأنها كاتبة رأي مغربية أهلاً وسهلاً ميسا سلام الناجي من المغرب أهلاً بكم شكراً ضيفتي تعرف على نفسها على تويتر بأنها علمانية ملحدة ناشطة داعمة لحقوق المثليين وحقوق المرأة من لبنان جمانا حدات يا هلا مرحباً ومن مصر أتى يوتيوبر وأيضاً سوشل تشينجر مخير في المجتمع شريف جابر أهلاً وسهلاً أهلاً بيش ومن العراق ويعرف على نفسه على تويتر بأنه كوميدي وهو مقدم البرنامج الشبه البشير شو من العراق أهلاً وسهلاً أحمد البشير أهلاً وسهلاً بجميع ضيوفي اليوم وأهلاً وسهلاً بجميع أيضاً الحاضرين معنا وأنتوا طبعاً لستشاركوا معنا خلال الحوار ومهم لأننا دايماً أن يشاركوا معنا الأشخاص الموجودين هنا بس أيضاً الأشخاص يلي من مختلف البلدان العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولألن لحن نبدأ بأول سؤال وهو كين؟ عن رأي حول التابوهات التي لا يتناولها الإعلام العربي هذه الأجوبة وصلت إلينا على الفيسبوك لنقرأها إذن هذا هو كان السؤال ما هو المواضيع التي لا يتم معلجتها محمد مصر يقول أي حديث عن الفساد ومحاربته هو تبو بالنسبة للبعض لا يمكن مناقشته وجريمة في مصر على سبيل المثال التعليق الثاني من محمد الكريدي الفساد الإداري والمالي في الدولة والصحة والتعليم ما معروف من أي بلد وأيضاً شكل عبدالله العلمانية وحرية المعتقد في المغرب والجزائر على سبيل المثال وأيضاً تعليق آخر وسيم ويقول المثلية الجنسية إذن هذه بعد ما ورد إلينا من على مواقع التواصل الاجتماعية كانت فيه أراء مختلفة ولنقول لنأخذ المثال الأخير الذي وجدناه هو الموضوع المثال الجنسية ولدينا اليوم مثال حي وبالضبط هجوم أورلندو الدموي كانت فيه كثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعية لا نعرضها هنا لرداءة اللغة والكلمات المستخدمة ولكن تحتقر الضحايا البعض عبر عن شمتها يستحقون ذلك واعتبر أن منفذ العملية هو حتى بطل هذه كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعية سؤالي الأول مواجه إليك مايس أنت عرفت عنك بأنك كاتبة رأي لو اليوم تكتبين الرأي عما حدث في أورلندو ما الذي تكتبينه؟ طبعاً هذا بدون اختلاف سأكتب أن ما وقعه هو جريمة لأنه لا في الدين ولا في دين الإسلام ولا في العرف المغربي حتى يعني بعيداً عن الدين يعني القتل أمر منفرغ منه أنه جريمة ولا حتى الضتهاد أو لا يعني ما وقعه لن يختلف أحد على أنه كان جريمة أمر المثلية أمر يناقش في الإعلام المغربي بشكل مفتوح حالياً وخصوصاً على الإعلام الإلكتروني أنت شخصياً أريد أن أعرف منك أنت رأيك الشخصي طبعاً هذا بدون نقاش رأي ما وقع جريمة هذا بدون نقاش طيب وكيف ستتحدثين عن الضحايا مثلاً الذين قتلوا؟ لأنه كان في تعليق مختلف سأتحدث عنهم كما سأتحدث عن أي ضحية جريمة وقعت يعني طبعاً ندين ما وقع تدين ما يحدث طبعاً لأنه البعض اضطر على الأمر خاصة موضوع المثلية الجنسية للي عرضوا الشخص لدينا على الفيسبوك ويعتبروا أنه يعتبر نوع من التابو هل تكتبين أنت عن مواضيع مثل المثلية الجنسية؟ هل تكتبين عن هذا الأمر تعليقك أنت الشخصي؟ لأنه بيعتبر من التابوهات أكتب كما قلت لك حالياً المثلية الجنسية أمر يناقش في الإعلام المغربي أنا لا أكتب عن مواضيع حقوقية أكتب خاصة عن مواضيع سياسية وعن حقوقها سياسية وهو الذي يعتبر أيضاً طبوك مقالة العديد من المعلقين لكن لا تكتبين أيضاً مواضيع اجتماعية؟ لا أكتب كثيراً مواضيع اجتماعية لكن يعني تناقش في الإعلام المغربي لأنه أريد أن أعرض عليك خلال تحضيرنا للحلقة أريد أن أعرض عليك هذه الجرافيك التي توضح أنك كتبت في مقال للعربي اليوم العربي الجديد على مقال للعربي الجديد والصادر بـ 2 يوليو 2015 وقلت ما يسى سلامة تكتبين عن المثلية الجنسية وكان اسمه يا أما الإرهاب أما الشذوذ كان عنوان لموجود فوق وكتبتي هناك فرق شاسع بين خلل في الهوية الجنسية الناتج عن خلل هرموني يظهر في الأعداء الجنسية منذ الولادة وفي السلوك منذ الطفولة وهو يستوجب متابعة طبية وعلاجات هرمونية وجراحة لتصحيح التشوه ومتابعة نفسية وبين الشذوذ الجنسي وهو ميول للذكر اتجاه الذكر أو اتجاه الطفل أو اتجاه الحيوان أو اتجاه العنف أو الممارسة الجماعية أو أشكال أخرى من الممارسات الشاذة إذن واضح أنك كتبت مقال عن هذا الأمر نعم كتبت بس كان قليل يعني كتابتي عن المواضع الحقوقية قليلة جدا بس شو تعليق على ما قلتيه؟ هذا يعني رأي رأي؟ هناك فرق بين المشكل الصحي وبين الاختيار لكن تعتبرين أنها لا تقلين حتى تستعمل اللاجسة المثلية الجنسية ولكن تستعمل كلمة الشذوذ الجنسية يعني هو خروج على المألوف وهذا هو مصطلح الشذوذ تعريفه باللغة العربية ولكن أنت كأعلامية عندما تتحدثين عن الخارج عن المألوف من هو المألوف؟ من يقرر ما هو المألوف؟ يعني المألوف الذي اعتدنا على وجوده في المجتمع من اعتد على وجوده؟ الناس من الناس؟ من كيف تعريبين؟ هل لديك إحصائيات؟ إثبتات؟ طبعاً يعني المألوف هو المتعارف عليه أو المجمع عليه داخل مجتمع من يتعرف على هذا الأمر؟ تدخلني في تحليل سوسيولوجي أريد أن أفهم لأنك تقولين بأنه نافبع عما حدث في المجتمع تشبهين طبعاً قد تقولين أنت يا شذوذ الجنسي بأنهم مثل الشذوذ مع الأطفال أو العلاقة الجنسية مع هذا وهذا يعني كلام يؤثر على الكثير من المجتمع في علاج التابهات وما السؤال؟ شوما السؤال؟ السؤال اللي حابب أعرفه لإلك يعني ألا ترين مسؤوليتك ألا يعتبر أيضاً نوع من التحريض لربما لأنه إذا ترى ردود الأفعال التي حدثت على أورلاندو ربما أنت عندك أكثر من 800 ألف متابع على الفيسبوك لأنه نفترض قرأوا هذا شو ردت فعلهم لح تكون؟ ما عرفت شو ردت فعلهم لغادي تكون هما مسؤولين عن ردود فعلهم أنا نسوا مسؤولة عن تقويل ما أكتب أنا اللي مسؤولة عليه وأنني شرحت أن هناك فرق بين العطب أو الخلل الهرموني الذي يخرج منذ طفولة وما بين الاختيار على بعض البحوث العلمية الموجودة والتي قرأتها حول هذا الأمر هونيك أريد أن أتقل إليك جمانا ما تعليقك عندما يتم الحديث عن بعض التابوهات يعني هي عبرت عن رأيها ولكن لم تقل بأنه في مثل رئيس وزراء مثلا بلجيكا هو مثلي الجنس عندك رئيس أبل أنت عندك آيفون لا ما عندك آيفون بسي بستعمل آيفون رئيس شركة آيفون هو أيضا مثلي الجنس يعني آتت رأيها حريات الرأي ولكن لم تعرض الرأي الآخر تعليقك أول شي بدي أعلق على موضوع كتير بياني اللي هو لما بينحك عن المثلية الجنسية بنفس المستوى مع العلاقة مع حيوان أو مع طفل هيده بالنسبة لإليه مع احترامي لستميسة جريمة بحد ذاته بحق الإنسان لأنه لما تكون علاقة بين راشدين موافقين على العلاقة أول شي ما حدا دخلوا يعني لا علاقة لأحد بأنه يقرر شو الصح وشو الغلط والتاني شي الاعتداء على الأطفال يعني هيده هيده شي مشين يعني ما فيك تقول أنه المثلية الجنسية ولهي تقول عدات والتقاليد والمتعارف عليه والمألوف في المجتمع الإسلامي ومجتمع عربي المثلية الجنسية موجودة يعني من أزمان غابرة يعني بعتقد هيده البحوث التي تطلعت عليها يمكن لازم تعملي بحث أكتر لأن المثلية الجنسية موجودة من زمان كتير وموجودة حتى في الحيوانات يعني هي بيولوجية تاني شغلة لما يتعاطى الواحد مع موضوع المثلية الجنسية وكأنه مرض يمكن معلجته هيده كمان يعني نحنا الإعلميين عندنا مسؤولية عندنا مسؤولية كبيرة تجاه القراء عندنا مسؤولية كبيرة تجاه الأشخاص ياللي بالعالم العربي موجودين بزاوية مش عم يعرفوا يتعاطوا مع نفسهم مش عم يعرفوا يواجهوا المجتمع مش عم يعرفوا يقولوا حقيقتهم نحنا عم نزدلن هيده المشكلة بطريقة بطريقة الكلام هيده ميساء ردك لأنه حقيق الرد طبعا هذاك رأيي وأنا عند رأيي وأنا لست مسؤولة عن تأويل ما أكتب أنا مسؤولة عن إبداء رأيي وربما هو رأيي مجموعة من المغاربة لدبل إعلام موجود في المغاربة وأغلبه إعلام حداتي أو إعلام تقدمي يبدي رأيه في هذه الأمور ويمنعه عن كثير من المحافظين المغاربة إبداء رأيي فإن وجدت أنا موقع تواصل إجيماعي لإبداء رأيي وإبداء رأيي هناك فرق ما بين إبداء الرأي والتوضيح يعني أنت هذا رأيي حرية الرأي ولكن تعلنين بأن هذا أمر مردي وأيضا ينظر إليه باحتقار وأنه إلى ما هنالك لكن الجرافيك موجودة يكتب أن هناك مرض طبعا هناك من يتزاد بخل الهرمون هذا أمر واقع هذا الرأي لماذا لم تتحدث عنه فعلا وكال الذي يختار في واحد العمر هذا الميول هذا ما هو خلل هرموني هذا اختلاف في الهرمونات أنا أقول لك خلل أنا أقول لك خلل حيث كان لديه للطب لإحداث تغيير في الدات دياله حسب ميوله الجنسي وبتالي فعلا هناك خلل لأن مظهره ما كيكونش مناسب لميوله وبتالي هناك العديد من الأشخاص الذين لجأوا للطب لإحداث تغيير البيولوجي في الدات دياله وبتالي هو خلل شريف شريف ده غير المثلية الجنسية يعني مثلا أنت لو المثلي هي الاختيار في وقت ما أو في الهرمونات مش الاختيار شريف أنا أعتبره اختيار حلو أنت بتعتبره اختيار أنا كنت مثلك في يوم الأيام يعني أنا كنت زيك في يوم الأيام بس في مرة من المرات وقفت كده ويقولت لازم أعرف إذا كان ده صح أو غلط لأن اللي أنت واخداء دوت بيبع عبارة عن طلقين من ونت صغيرة لو أنت عايزة تتكلم عن الطب في حاجة طبية نحضره بشكل عام باش ما يتوجوش لي الدروس وكاننا نقل الدروس أنه نحضره بشكل عام على الموضوع نناقش الموضوع مش يتوجو لي طبعا أنت ليك التعبير عن رائم نقشو الموضوع مش يتوجو لي بالدروس نقشو بس من هي أي شخص نستطيع أن نوضح شغلي أي شخص عندما يكتب يعني حتى أنت بالبداية قلت لي أنت لم تكتبي كان واضح أنك تكتبين أنا قلت لك أني أكتب عن سياسة أكثر كل شخص عندما يكتب وإعلامي يتحمل مسؤولية كلامه طبعا أتحمل ومن حق أي شخص آخر طبعا طبعا من حق أي شخص آخر يوجه له الكلام هذه حرية الرأي والتعبير ومهمة جدا وتفضل شريف وانت طبعا بترد عليه لبدك إياه فلو أنت بتكلمي عن منظور الطب أوكي أنا بكلمك كأخت لو أنت بتكلمي عن منظور الطب فأنت عندك مثلا هنا في جامعة بون هنا لجنبنا أنت ممكن تروح تسألي تقول لهم سؤال تمسيكي طبيب بقى مسميكي بحوث مثلا في منتجات العربية وكده تقول لهم هل المثلية الجنسية مرض أو لا وخذ الكلام من طبيب نعم بدأ يرجع شهر اللي أنت قلتها شريف بالبداية قلت بالبداية كنت تعتبرها خطأ أو هلأ أنه كانت نوع من التابوهات لا تعرف أيها طبعا أو شو السبب لك عندك معلومات خطأ أو تغيرت أو تعريفك دي تربية بتاخدها من وإنت صغير من وإنت عندك خمس سنين ست سنين بتبدأ تكبر على الكلام دوت من مدرسة ومن الأهل ومن الجيران ومن الإعلام من التلفزيون من المسلسلات لأفلاد ديكو لا بتتربى عندك بتكون فكرة عن الشيء دوت غلط حتى بدون أنت ما تكون فاهم فيه ولا بتكون أنت دارس عنه حاجة لحد ما بتكبر مثلا نفطر أنت شهرت بعد كده أو بقيت معروف معروف مثلا أو مخرج أو ممثل أو كده بتبدأ تبدأ رأيها في الحاجات دي فبيسمع لك ملايين الناس طيب خلينا ننتقل من الحوار هنا على الطاولة ليشارك معنا أيضا المعنيين بنا من الجمهور أريد أن يشارك مع عبد الحميد حامد خالد عبد الحميد تفضل لو توقف لو سمحت أنت من المدافعين عن حقوق المثليين لنحكي عن المثل العملي موجود حاليا تم الحديث الآن عن المثليين ولكن المعنيين بالأمر هم الجمعيات والذين يدافعون عنهم وأيضا أشخاص مثليين بأنفسهم كيف تأثير عندما لا يتم معالجة بعض التابوهات بطريقة معينة كيف تأثيرها على الأشخاص بأنفسهم هلأ بقدر أفهم المنطلق اللي عم تيجي منه ميس وهو الدين يعني موضوع الحلقة عم تحكي عن التابوهات من خلال بالوطن العربي فبتحس أنه الدين من الأمور اللي عم تحط علينا بلوك أنه نحن ندخل بهذه المواضيع ونحن نحد من نقاشنا لهذه المواضيع كيف تأثير عليك أنت شخصيا لما شخص بحط تابوه معين أو لا يتم تابوه معالجته ولكن شخص معني بالأمر بس بنفس الوقت أنا بحس هو صحي يكون فيه هذا النوع من السؤال يعني بحس لازم الإنسان يكون عنده نوع من التساؤل هل الدين بتقبل أو ما بتقبل هل نحن نتقبل كأفراد أو لا يعني من اللي صار مبارح أو قبل مبارح بأرلاندو بخليك تفكر مثلا هل داعش عم بتساعد أنه الوطن العربي أنه يتقبل موضوع مثلية جنسية من خلال الإنسانية نعم أنه أنت بتعزز عندك هاي المشاعر أنه أنت تحس بالإنسانية بس بيتأثر عليك كشخص كيف الخطاب الإعلامي بيأثر عليك لما بيطرر كيف أعطيني مسأل عملي منك بتحس الإعلام محدود من منطلق أنه يحكي من تجاهد بالدين فبتحس أنه المعلومات اللي عم تطلع صور نمطية كتير كبيرة الإعلام ما بيقدر يكسرها لأنه عم بيحكي مع مجتمع عنده هاي الصور النمطية ما بيقدر يكسرها لسه يعني هاي لغة الخطاب بين الإعلام وبين الناس اللي عم تقرأ هذا الإعلام مش موجودة بالنسبة لأي مش موجودة بالنسبة لأي طب في تقارير متنوعة أيضا لننتقل لمواضيع أخرى من موضوع تقرير مرسلون بلا حدود في 2016 وضع هو شو الصعوبات اللي عم توجهها الإعلاميين وأيضا الصحفيين بمختلف البلدان العربية ولكن نريد أن نشاهد الآن كيف هو حال الصحفيين في العراق في المغرب في لبنان وأيضا في مصر نشاهد الآن إذن هذه الخريطة وتقرير مرسلون بلا حدود إذن نظرنا إلى المغرب اليوم في نقد اجتماعي ولكن انتقاد الملك في المغرب ممنوع ويعتبر مساسا بالقيم المقدسة للأمة يعقب عليها بالسجن انتقاد الفساد والسياسيين رفعي المستوى يعرض الصحفيين للمضايقات والمقادات هذا فيما يخص المغرب أما إذا انتقلنا إلى مصر سجن الصحفيين بذرائع زائفة انتقاد الرئيس السيسي أو حكوماته يشكل مصدر للضغوط على الصحفيين أو سبب لطردهم من عملهم أو سجنهم من مصر ننتقل الآن إلى العراق الدولة لا تحمي الصحفيين المهددين السياسيون من جميع الطواف الدينية يعقون أعمال الصحفيين عن طريق المقادات وتضييقات أخرى وننتقل إلى لبنان السياسيون أو الحزاب يتحكمون في العديد من وسائل الأعلام الصحفيون يتعرضون لدافع غرامات مالية خلال مهمة بحثهم عن الفساد إذن تقرير لمراسلون بلا حدود تقرير 2016 وهنا أنتقل إليك أحمد تحدثنا عن بعض التبوهات الاجتماعية ولكن إلى جانب التبوهات الاجتماعية في تبوهات سياسية تبوهات دينية تحدث عنها أيضا حامد وهنا سؤال إليك أنت عندك برنامج البشير يلي هو برنامج ساخر نقضي يعالج المواضيع المختلفة في العراق بعض حلقتين فقط من بث البرنامج على قناة دويتش فيلي وأيضا على قناة السومرية تم منع عرض برنامج البشير شو من طرف هيئة الإعلام والاتصال العراقي خلينا نشوف الفيديو يلي المرجح بأنه السبب في منع البرنامج ليش هو الياد رجى واصلة بنا مراحل التقسيم يعني معقولة إحنا من وراء رجال الدين واصلين إلى مرحلة إحنا وهم الرضع الواحدة بعضهم يقول المصة الواحدة مص هذا الطفل مصة وحدة قال خلاص صارت أمة عندنا هذا الحشي ما يمشي لو سبعين مصة يمص يكون عشر رضعات ومواصفات مواصفات مو شلون ما شان يشرب يشرب حتى يشبع ويصدر من قبل نفسه مو أنه بنص الرضاع يسحبوه من الثدي مثلا هل ما يصبح؟ هل ما يصبح معلق؟ يعني ما دام ناس عندها سبعين ولازم بمواصفات وناس عشرة وبدون مواصفات كل الأشياء يا تجي براسي ما يصبح تشهة أحمد عشق لكل كومنت حلما تم توقيف البرنامج كان عندك أيضا عشق؟ هاي قبل أن يتوقف البرنامج بعدين تم توقيف البرنامج هو المشكلة أنه أنا ما أعلقت على هذا الموضوع أنا أعلقت على بعد أكون مقطع وراء يمكن هو كيفية الرضع من البقرة الميتة حلال أم حرام أنا أعلقت على هذا الموضوع أعلقت على اللي سئل السؤال الهجمة اللي صارت على البرنامج وعلينا مخيفة بشكل لا يصدق يعني صار أكو أول مستطلع مظاهرات إلا شو يطلع مظاهرات بباب قناة السومرية حتى يوقفون البرنامج شو كانت ردد فعلك أنت شو نريد نستمر صراحة ما شريد نقف هذا الموضوع شو نريد نشوف الناس لأنه التقسيم اللي واصل بنا إحنا درجة كلش أشياء أكو أشياء تافهة جدا وبسيطة هي هاي اللي نسبب هذا الفارق بين العراقيين هي سبب المشاكل والدم فإذا بدناها من جوة نعم وصعدنا لفوق أعتقد رح نوصل لدى دين ولكن تعتبر من المقدسات وفي كثير من العالم العربي حسب إحصائيات في يعني ملتزمين بالدين ويعتبروا ما حدا يتم تعدي على رجال الدين لأنه من المقدسات نحن مدى ننتقد الدين نفسه إنه الدين نحن نحترم كل واحد كل معتقد كل دين الملحد نحترم المسلم نحترم المسيحي كل الأشياء من مثل معتقد نفسه من مثل بليف رجل الدين لمن يخطأ هو إنسان فبالتالي رجل الدين مو مقدس لفكرة ينوصل لها نقد الدين ده حرية يعني مفروض أنت تشقع برضه عن نقد الدين لا نقد الدين أنا ضد صراحة نقد الدين بحد ذاته لا ده أساس من أساس الحريات يعني الحرية هي إنك تحترم مؤتقدات الآخرين تحترم بأنك تحترم الشخص مش المعتقد ومعتقدهم لا نفطلت المعتقد ده بيقولها كقتل أو يعني هي ما يستطيع تقول المسليين ما فيش في الدين حاجة اسمها قتل المسليين ده حاجة صريحة في الدين اسمها قتل المسليين يعني اللي بتعمله داعش برضه عشان هذا تأويل كنسا لا مش تأويل أنا لوحا تفسير الدين ما تقدر أن تجد تفسير الدين الموضوع أعمق بهوائي موضوع أتسر من أكبر الجهة ما تقدر تدقول أنه لا يقتل باسم الدين إلا الجاهل بفهم الدين وهذا الجاهل حنا ما خصناش نكونه بحاله لا يجب أن نكون نكون مثل الجاهل يعني مثلا المسلي ده في الدين حكمه أنا ما عرفش حكم دياله ولكن أنا قدر نقول لك إلا ممكن نعود نرجع لهاد الموضوع سيد جعفر نلعطي واحد تفسير بسيط لهذا الشيء اللي كقال سيد أنا لفتلي خليني أعمل شوي تحليل بما أنه كنت مشاهد من بعيد هلا خلال الحوار يعني أحمد أنت عندك حتى حدود للسخرية مو حدود للسخرية لو ما عندك حدود للسخرية ما كان ردتك سوخرية والاحترام مش دايما بيتماشوا مع بعضا لا لا أنت لما أنا أجهز أسخر يعني ما حدا بيلبوس كفوفو بيتمسخر أوكي لما أسخر من مؤتقدش كملحدة أنت مؤمنة أنه بالإلحاد لما أنا أسخر من الإلحاد لما إيمانك بالإلحاد أو أنت مصدقة بالإلحاد لما أنا أسخر من الإلحاد أعتقد رح يكون غلط فنفس الشيء أنا ما أسخر من دين أنا أعتبره غلط أنت إنسان حر تقول اللي بدك وأنا لازم أتقبل الدين المؤمن يلي ما بيتقبل نقد لدينه ولرموزه الدينية هو مؤمن غير واثق من إيمانه ومن دينه لما للإنتقاد يؤدي إلى مشاكل ويؤدي إلى دم ما لازم هو يتقى سوخرية يعني دولة أفتعمل قوانين معينة زي الدول الغربية باحترام حق باحترام حقي ينتقد الدين طيب أنا بس جمانة عشان فيها الشيء من وفا بس كمان احترام الآخر مهم يعني طبعا احترام أنا قلت له أنه احترام الشخص مهم ولكن الشخص يعني ما بيتقبل المؤمن مثلا يعني ما أنا كملحدة أتعرض لي كم هائل من أنا وغيري من المضيقات ومن التعليقات ومن الشتائم وتسمينها مضيقات هذه قلة احترام لا ما نعطي غلط أنا نعطيك غير مثل بشيء نعم أنا مثلا من اللي هدرت قبيلة علمت لي هي في الدين الإسلامي محرمة وأنا ما عنديش رأي أو موقف تجاه الأمر لأنني مسلمة هي محرمة نقطة نهاية طريقة تعامل غير باش نعطي واحد الفكرة طريقة تعامل الدولة مع المثلين هذا شأن الدولة وليس شأني للدولة قوانينها يمكن لسلك الفئة أنت ناضي مع الدولة قائمة على التين حبيبتي أنا ضحقة حالا سمح لي هذه الدولة قائمة على أن في المغرب سأتحدث على المغرب في الدستور الإسلام والدين الرسمي والملك أمير المؤمنين والدولة أيضا وقعت على مواثيق دولية لاحترام حقوق الأقلية واحترام حقوق الإنسان وللدولة شغلها وللدولة شأنها لإيجاد الخط الناظم بين الأمرين أنا كمسلمة حين أتعامل مع المثل الجنسي أتعامل مع الإنسان ليس من شأن أن أسأل ما اسمك وما دينك اسمك فقط غر ما اسمك ما مغولك بس أنت ألتيله أنت مثل اللي بينما حيوان حين أقف أمام إنسان أو أمام شخص أتعامل معه إنسانيا حين يفتح معي النقاش ويصرح بميوله فقط فتح النقاش اللي حقه إبداء رأيي بالاحترام أنت لما كتبت هذا المقال يعني لما كتبت هذا المقال لما كتبت هذا المقال هل حدا إجا وسألك ولا أنت عبارتي عن رأيك لكن كان هناك في المغرب نقاش مفتوح حول المثل الجنسية فكتبت المقال ردا أنا فقط أطلب شيء واحد والاحترام حين قلت ستعرضينا لمضايقات وشب وستم فهذا لا يعني أنه أمر مقبول هذا أمر غير مقبول ومعيز عن ذلك فهو شخص غير محترم أنت شتمت المسلم أنت مثل يلي بنام مع بقرة أو مع خروف أنت شتمتين مقالك لماذا تعريف هذا الشذوذ؟ هذا مش تعرفت الشذوذ هذا الشذوذ عامة يعني الخروج عن المقلوف أيوان مين قالك نخروج عن المقلوف ده عشان مش بينين خلينا نرجع الجماعة نرجع لفقرة التطرف والاقتدال كيف يتطرف اقتدال من ضمنها مثلا بس أنت حتى كفنان ساخر حسب ما تقول الآن بأنه لديك حدود ربما الحدود لا لا أكو احترام قلت لك كما هو من يعرف الاحترام من يعرف الاحترام من يكسر التابهات لأنه اللي بيقال اليوم عندما تكسر التابهات بأنه احترام ولا يجوز وعيب من يقرر هذا العيب؟ بس اسمح لي هالنقطة رجل الدين يختلف عن الدين أنا لما أجي أسخر من الدين الموضوع سيكون مختلف تتقبلوا لا ما تقبل رجل الدين تتقبلوا إذا حد قال لك أنا ملحد وأرفض الدين وأنتقد الدين لا هذا الموضوع هامي ظنبي الملحد هامي معتدل بمتطرف أكو ملحد يهاجمك 24 ساعة ويهاجم الأديان وأكو ملحد ما إلي علاقة هو مؤمن بهذا الشيء معتدله أحمد شو الحدود لك أن التابو لإلك شو بتعرف أنت التابو لأنه يلي لإلك مربع ما مش تابو لغيرك تابو إذن أنت تفهمت لما تم توقيف برنامجك بالعراق بالعراق انتقاد رجل الدين هو بأي رجل دين هو بحد ذاته تابو أي رجل دين الإعمامة خط أحمر لا يمكن أحد أن يمسها هذه بالعراق ربما بغير دول طبيعي الموضوع يمكن بلبنان عادي الموضوع الانتقاد لا أبدا مش عادي رجال الدين بالعراق جدا خط أحمر الموضوع ولهذا توقف البرنامج بالنسبة لإلك أنت حط حدود أو احترام كما تقولها أنت بالنسبة لشريف هو بيكسر أكثر لنشاهد فيديو عن شريف يليو بيت تحكي عن موضوع الإلحاد نشاهد هذا الفيديو لنفترض أنك كشخص مسلم قابلت واحد ملحب في الشارع في اليوتيوب في تويتر في الفيسبوك في أي مكان تسيب الشخص ده يلحب كده تسيب له الحرية في دينه لا والله والعياذ بالله للتجعله مسلم غصب عنه ولكن لأننا ليس في زمن الإسلام الحقيقي نقتلهم حيث نجدهم فللأسف الحكومة بتاعتنا فشلة ولذلك الدعوة ليس تكون بالقتل والدماء مثل أيام زمان بل لازم تستخدم فيها الطرق والحبكة لذلك أنا حاولت أجمع لك خمس طرق بيها بإذن الله هتخلي أي ملحد يبقى مسلم لأول مرحلة هي مرحلة تشكيكه في معرفة الدين الحقيقي تحاول تحسسه أن هو ما يعرفش الدين الإسلامي الحقيقي مع أنه مفترض ترجع لأي لك بس حبيب أسمع رأي مايسا لما بتشوفي هيدا بتعتبره كسر التابو مهم يكون فيه أصوات مختلفة تكسر بعض التابوهات الموجودة في المجتمع أنا أعطيك رأيي الحقيقي بدون متوشاتس وبدون غضب هذا نتيجيني هو الفهم الخاطئ والجاهل للدين أنك تروج لفكرة أن الإسلام يساوي العنف فأنا بالنسبة لي أنت تجهل بالإسلام فقط يعني هذا جميل جدا أن نرى شباب يعبرون عن توجهاتهم ويعبرون عن إلحادهم ويعبرون عن ما يشاءون من أشياء جميل جدا والإنترنت أصبح مفتوحا وإحنا أنا شخصيا في المغرب نستمتع بهذا الأمر أن الإعلام الرسمي النظامي يعني يشكلوا ضغطا كبيرا على المجتمع وصل للرأي لا أريد شرح وليد الرأي لذلك ردك عليها تعتبر هذا خطأ أنت عارف حابب أعرف منك ليه بتقوم بهذه الأمور لأن أول نقطة أنا ذكرتها هي اللي قالتها اللي هو إيه تقولك أنا مش فاهم الدين يعني وتقولك الإسلام مش دين عمف أنا يعني ربما هيكون في مخاطر لأن أنا قلت كلمة في اللي جاية دوت بس يعني مثلا في قتل الملحد إنت ضده أو لو كان في الدين نفترض أن في الدين مثلا واحد ارتد نفترض أنت مش فاهم حاجة في دينك دلوقتي أفهم ملحبت حتى ما فض بمشروع بموضوع ديني حابب أعرف منك ليه بتقوم بهذه الأمور ليه تريد كسر ما أهمية هذا بل غيرك بيقول لك أننا مرتحين مش عايزين لأن التغيير بيحصل لما يكون فيه تعليم لما أنت بتحب تغير حاجة لازم تعرف الحاجة دي والمعرفة بتكون يا إما واحد يجي في هاهمك واحد اتنين ثلاثة ودوت مش موجود في الإعلام عندنا فيش واحد بيطلع يتكلم ويناقش في الأمور دي بحرية يا إما بالصدمة فأنا ببلجأ لأسلوب الصدمة لأسلوب ده هو اللي بينفعه أنا أنتقل للجمهور من يريد التعبير تفضلي باختصار لأنه فعلا تفضلي توقفي تعرفي عن اسمك لو سمحته من أي بلد أنا رابعة بن دخان من تونس في كلمتين فقط أنه الملحوظة العامة أنه يسوقني جدا أنه يكون اختصار لتابو والإعلام في العالم العربي في الأمور الجنسية وحتى البارحة كان في افتتاح المنتدى العالمي أنه التعليق أنه جلبنا الحريات للمناطق العربية بالحديث عن الجنس ما قبل الزواج وغيره في الحقيقة في تونس نتمتع بالحريات بس حتى أرد عليك تحدثنا عن الإلحاد عن المثلية الجنسية عنك أيضا القمع السياسي إذن في اختلاف بالمواضيع في الاختلاف هذا ولكن فما زد من خلال التفاعل الفساد اللي هو التابو الفساد اللي ضرب أطنابه في العالم العربي هو حقيقة التابو اللي نعاني من أنه نحكي فيه حاليا في تونس مثلا تحدث عن كل هذه التابوات عن الشهدود الجنسية عن الإلحاد ولكن النزعة الانتقادية كانت أنه في هذا التوقيت بالذات يعني في تونس الأولوية للفساد الذي يمنى هذه المرتفعية إذن تقولين أنت شخصيا من الفساد مهم لازم تحدث عنه في ضغط شفنا بالخريطة من لبنان أنه بعض الصحفيين الذين يريدون الاكتشاف إذا فيه فساد ربما يتهمون يعني فيه ضغط من هذه الناحية ولكن أيضا إذا سمعت إليك بطريقة جيدة تقولين أيضا الشذوذ الجنسي لا تسمينها المثلية الجنسية لماذا؟ هو أيضا في اللغوي أكثر أنه أشاذ عن المألوف نتحدث من المهم جدا أن نتحدث عن المثلية ولكن أنت أيضا تعتبرينها يعني شاذة عن القاعدة ولهذا نحن نحتاج إلى إحصائيات معينة أرى أن الحرية الأساسية أن نفتح الشفافية اللازمة لنعرف إذا كانت هذه الظاهرة موجودة فعلا في مجمعنا ويجب أن نتحدث عنها بالوقت وهل اكتشأ مثلا ما قاله شريف بأنه بالبداية كان هذا عنده رأيه وبعدين تغير بعد أن تعرف على معلومات كفاية هل ترين بأنه لا يتم معالجة مثلا المثلية الجنسية بطريقة صحيحة لذلك ليس لديك تفكير معين أو لا يتم معالجة التابوهات بطريقة صحيحة فعلا لا يتم بطريقة صحيحة أرى أن الأولى مثلا للشذوذ الجنسي أن نعرف حقيقة مجتمعنا بعد ذلك نمر إلى مثلا في مثليين جنسيين موجودين في المجتمع التونسي طيب هناك جمعية شمس الموجودة لأخذ الترخيص مؤخرا يعني هذه الجمعية مهمة لماذا؟ لنعرف كم لدينا من مثلي أو من شاذج جنسي ثم نحاول أنه مصرة تقولين شاذج جنسي مع أن الأمم المتحدة والاعتراف فيه من ناحية حقوق الإنسان هي المثلية الجنسية من حيث ثقافة الشخصية هي شاذع عن المألوف لذلك أتحدث عنها بلغة شاذع عن المألوف شكرا تحدثت عن موضوع الفساد أيضا وصعوبة أيضا تناوله خلينا نشوف هذه الخريطة أيضا الموجودة على الأونلاين إذا تحدثنا عن ما هي المواضيع اللي ممكن منقشتها أونلاين أنت حتى إلتي لي أنه في حرية موضوع السوشيل ميديا إذا نظرنا إلى هذا الرقابة على الإنترنت أيضا موجودة في بعض المجتمعات العربية إذا إلنا مثلا انتقاد السلطات موجودة بمصر بالمغرب باللبنان في العراق ما كان فيه إحصائية عن الأمر من Freedom House أيضا الصراعات الداخلية موضوع الفساد أيضا فيه صعوبة بالتطرق إليه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي هنا سؤالي إليك إلى جانب بالسخرية من مواضيع الدينية تتطرق أيضا إلى المواضيع السياسية هل أيضا فيه احترام معين كما قلت في الدين ولا لا حدود في السياسة لا لا طبعا الاحترام هو مبني على معتقدات الآخرين يعني هو فقط يعني موضوع الدين مجرد ما أردمس شخص آخر المقابل مجرد ما أريد أذي نفسية الناس اللي قبالي على مجرد أنتقد دينهم هنا راحين للا مكان وأنا متأكد إذا الملحدين في يوم من الأيام صاروا عددهم بعدد المسلمين حاليا راح يذبون كل اللي يطلع بهت يوتيوب بالسجن لا طبعا أو إذا مو أكثر أنا متأكد طب ماشي ما هو فألماني هو في مسلمين لم يعملش كثيرا المشكلة أنه إحنا بالعالم العربي يا أما مسلم متطرف يا أما ملحد متطرف نحنا نريد شيء بنفس ما هو تعرف ملحد متطرف ملحد متطرف يعني في جوان من الأيام إذا تضبط اللي ها يسخر طب ما المؤمنين كمان يسخر هل تضبطيها الفكرة قلت لك أنا ما أريد أنه أجاز الملحد الملحد يعني اللي منه متطرف والملحد اللي بيسكر تمه بيقلك أوكي 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 لا غير تكيحتار لأنه إنتا بتعرف أنه إحنا عايشين بعالم عربي لا يحق للمختلف أن يعبر عن اختلافه وإذا عبر عن اختلافه يدفع الثمن غاليا وإلا إذا بتقلي لا مكون عم تضحك على حالنا أنا وإياك إنتا بتعرف هيدا الشيء كل شيء مختلف بالعالم العربي ما بحق اللي يبين ومنسميه شو ذوذ لأنه أقلي ما محترم الأقليات كل شيء مختلفك كيف حبيبتي طولي بيني عم بحكي معه هذا اللي ردنا أصلا الاعتدال في كل شيء طيب إيج أوصلا ما في البوليتيك اللي كوريكت تشغل لازم نتخطاها بقى بالعالم العربي طيب ما نعطي حق الرد أيضا للآخرين أو سمحتي حق الآخرين أحمد وبعدين أريد أحتاجينا عن التابو الاجتماعي التابو الديني أريد أن ننتقل إلى السياسة لذلك التعليق تفضل بالسياسة أريد على جمان وبعدين لحروع عن السياسة هو الفكرة أنه أنا مجرد أنه مثل مدى أحترم أنه أنت ملحدة وأنا ما مضطر أنه أهجمش لأنه أنت ملحدة وأقول أهجم عليك وأطلق عليك أنه أنت غلط مجرد مثل هذه الفقرة أنا أحترم معتقدات الآخرين أحترم معتقد السني أحترم معتقد الشيعي أحترم معتقد الصابي إيدي أزيدي المسيحي كل المعتقدات هذه معتقدات ناس تؤمن بها من حق الصابي أو المسلم أو أي شي أنه يعوف الدين هذا وينتقل إلى دين آخر أو يصير بدون دين هذا من حق الشخصي أنا ما لعلاقة أنا ما لعلاقة ما أجي أحاسب أولا طيب ماشي أنت متحاسبوش وما أجي أغير قناعاته من ناحية الدين هذا الدين مسألة شخصية بحتة مسألة روحانية يحتاجها الإنسان ولهذا طلعت دينك بيقول من بدل دينه فقتلوك دا دينك أنا ما لعلاقة أنا دا أحكي عن نفسي ما دا أحكي عن دين أنا دا أقول لك عن رأي الشخصي خطة تسروج من خطة لديهم فقتلوك أنا اللي أريد أوصله هذا أنا هذا اللي أريد أوصله طيب النعاش النعاش اللي هلّا عم نعملو كان عنا يام من قبل عشر داي خلينا ننتقل لنقطة موضوع السياسي لأنه شفنا أنه حتى في تضيئ على الأونلاين على موضوع سياسي أنت تنتقد حبيت بعدما عرفت هل في حدود لإلك للسخرية السياسية أو لكسر التبوب مثلا كما شفنا بمصر ممنوع نقد الرئيس السيسي اليوم حسب ما تقول مراسلون بلا حدود في المغرب صعب نقد أيضا الملك إذا طلعنا إلى لبنان رموز دينية لا ما بتنتقدها بالعراق أيضا كمان في حدود معينة هل بتقول I don't care I'll do it أي رجل دين يدخل بالسياسة نحن ننتقده أي رجل دين يحكي بالسياسة ننتقده لكن في دوقود كمان أيضا سياسية لا تكثر أو بالحسينية نحن ما نقلقه بي الرجل الدين لما نحكي بالسياسة لما نحكي بتكفير الآخرين لما نحكي بوجوب بأنه المسيحي نجس أو اليزيدي نجس هذا ننتقده هذا ننتقده لا لا ما نقلقه ده أقول لك أنه اللي يتدخل بهذه السؤال في اللي يفير عنف لأما لما نتكفير عنف أنه ننتقده بأي طريقات سؤالي كان واضح هل عندك حدود بموضوع السياسة أم لا لا ولو شو ما صار بالدين بتحط حدود معينة بالسياسة بالدين أحترم الناس نعم بس بالسياسة لا ماكو أي حدود ليه السياسة هو موضوع يعني داخلي خلي نسميه موضوع إنساني بحث كنا نتأذى من السياسة السياسة تمثلني نحن نختارها بالتالي هي خيارات إنسانية فنحن نقدر نغيرها ونقدر نغير قناعات الناس بها نريد أن أخذ آخر رأي من الجمهور من حابب الشارك بموضوع السياسي وإذا كان إعلامي عنده ضغوطات عليه تفضل والإسماك لو سمحت مرحبا أنا محمد من اليمن كان بس عندي سؤال هل مجتمعاتنا العربية جاهزة ونضجة لكسر التابوهات هل هذا وقته بدون نتائج سلبية وهل يستاهل أنك تكسر تابوه وتخسر حياتك بالمقابل لأنه صار عندنا في اليمن قبل ما يقرب شهرين شاب بسبب مجموعة من البوستات على الفيسبوك عمره 17 عام قتل لأنه عبر عن رأيه وحاول يكسر تابوه هل مجتمعاتنا العربية جاهزة أنها تكسر تابوهات وهل هذا وقته أساسا بالمشاكل اللي نحن عايشينا الاقتصادية الاجتماعية لنعطي حق الرأة جمانة وبعدين أيضا البشير شكرا جزيلا شكرا 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 هذا السؤال أول شيء مهين حيال العالم العربي وناء العرب لأنه مثل كأنك عم تقول أنه العرب هن بعضون قاصرين غير مستعدين لتحمل أي شيء نحن بالقرن الحادي والعشرين ثاني شيء إذا كان الشخص اللي عم بيعبر عن رأيه بحرية مكافأته القتل هذا ما بيعني أنه لازم نسكت هيدا هي الطريقة اللي عم نتخوف فيها ف يعني هيدا بالعكس هيدا أكبر دليل على أنه لازم متل ما كل الناس بالعالم لحتى يتقدموا بيدفعوا تمن لازم نحكي ونتحمل مسئولية اللي عم نحكيه أكيد يا ما في ناس خسروا حياتهم عشان رأيهم مارتن لوثر كينغ ترضي فيها أنك ليش لا أكيد 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 طالما أنت طالما أنا عم عبر عن أرائي وأرائي بعكس الاتجاه السيد يعني أنا عم خاطر بحياتي أحنا بس عشان نكون واقعيين أنه في حدود دايماً وفي يعني في حدود ما مفروض ما نتعدها من ضمنها حقك في الحياة كيف بالضحيف حقك في الحياة من شان تكسر يتابوه جالز المجتمع في الحياة إذا كان أنا إذا كان الشخص بيلي لأني عم عبر عن رأيي عم بيخسرني حقي في الحياة يعني هيدا شخص لازم هو يتعيق بالحير أتفقوا يا جماني أنه القتل هو مو ناس ماتوا على مداراهم فبالتالي الرأي جداً مهم ولكن السبب المشكلة مو بالمشكلة بس بالشعوب العربية المشكلة بالحكومات اللي لزمت الشعوب العربية طول فترة الفاتت هي السبب اللي خلتنا نتأخر نحن نوصل لهذه المرحلة اللي بعدنا مجاهزين فعلاً احنا بعدنا مجاهزين مو سبب بالشعوب بس سبب الحكومات اللي صارت عليها ما هي الحكومات دي؟ انت دلوقتي مثلاً الراجل فاهم ويعتبر بمفهوم ميسا انت شاز على المجتمع في تفكيرك وفي حرياتك وفي طلبك الحريات وكده انت نفسك لحد الوقت مش فاهم الحرية مثلاً أساسها نقد الدين ده أساس نقد المعتقد ده أساس لا لا نقد المعتقد أنا معاني ضده تماماً ما هو هشوف حتى أنت فاهم هل وصلت الفكرة هذا تحدثنا عن الاجتماعياً أيضاً سياسياً وأيضاً دينياً بعد عندي دقتين ونص وانتو هلأ فكروا أنا عم بعمل الجرافيك نحن نشوف الجرافيك النهائية اللي هي الخريطة من العالم العربي اليوم لمراسلون بلا حدود ممكن نشوفها ونحن دقينا بس البلدان اللي انتو موجودين فيها لكل واحد يحكي عنا المنطقة العالم العربي إذا نظرنا لها الأكثرية فيها أحمر أو أسود يعني الأكثرية وهذا يعني أنه وضع المراسلين وضع الصحفيين هناك خطير جداً أو وضع صعب إذا نظرنا إلى العراق مرتبة 159 مراتب متأخرة إذا نظرنا إلى مصر 159 المغرب 131 ولبنان 98 لبنان وتونس حسب هذه الإحصائية فيها أكثر حرية باختصار بجملة وحدة ما الذي يجب أن يحدث حتى تصبح كل هذه الخريطة اللون الأبيض والوضع جيد جمعنا 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 اللي هي القلائل أو الشوازة ما يساء أنه يصدم المجتمع سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو كده وشوية بشوية أنا عارف أنه يحصل تغير وعارف أن الأجمعية هتتنازل عن عنصريات أنا تنضح أن تصبح الصحافة الورقية في المغرب تجاري الصحفة الإلكترونية في الحرية يعني يحصل أن الصحفيين يتجرؤوا مثلاً والحقوق هي الذين يدافعون عن أنفسهم يكونوا احترام للآخر لأنهم لا يكنيون الاحترام للآخر إذن علي أن أنهي كما يقولون لي شكراً جزيلاً لكل المشاركين معنا اليوم هنا في المنتدى الأعلام العالمي في مدينة بون شكراً لديوفي على رحابة صدركن على التقبلكن أيضاً النقاش بين بعضكن وواضح واضح أنه بحاجة لسلسلة من الحلقات لنقاش هذه المواضيع شكراً جزيلاً شكراً للجميع مشاهدينا باي باي اشتركوا في القناة شكراً للمشاهدة